السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم من كهة مغربية ووصفة جديدة واليوم ان شاء الله سنرى هذا المين البسيطلات او البسيطلات صغيرين اللي معمرين بالفيرميسيل والحوت حشوة بسيطة بزاف ومكونات أبسط ان شاء الله سنحصلوا على أرواع وآلة البسيطلات دير الحوت ليس بالضروري يكون عندنا الكلامات والكخوفات باش نحضرهم او باش نسمتعوا بهذه البسيطلات انا كنت نسيتم صورة البسيطلات مقسومين من نهار لي وجدتهم فحتى اللي غدلي عاد فكرتوا صورتها بالنسبة المقادر غدي نحتاج شوية دي لحوت البيض اينو عم توفر عندي شوية دي لشارية دي لفيرميسيل انا سعملت هناي وجوج مربعات واحد زليفة صغيرة عامرة مزيان بالقصبر ومعدنس مقطعين صغار جوج فليفة حمارين مشويين او مقطعين مربعات صغار شوية دي لزيتون بالعدم مقطع نص حمد مقطع مربعات صغيرين فص ديل التومة محكوك شوية ديل كونيشو حتى هو مقطع صغير بحل زيتون واحد المعنى القامت وسط دي للمطيشة الحوت خففتها في واحد شوية ديل الماء بالنسبة للعطرية سنحتاج شغير الكامون البصار شوية ديل تحميره وشوية ديل زيت اول حاجة غدي نبدأ بها غدي ناخد ديك الريوس دي لحوت او لنجح القطع اللي معندي ما ننجر بهم من بعد ننجحهم في شوية ديل الماء ونجحهم يغليوا ونأخد ديك الحوتات نرشهم بشوية ديل ملحة ندهنهم بشوية ديل زيت وندخلهم نفرانية شوهو من بعد ما يغليوا هادا كل ما يطلق فيه الماطق ديال الحوت هو اللي رادي نرقط فيه الفيرميسيل ونضع زيت قليلا بزيت قليلا بزيت قليلا بشحره ونضع المعلقة الماطيشة للحك ونخفف قليلا بماء أنا هنا قليلا بماطيشة للحك ونقوم بماء ماطيشة للحك ونقوم بماء مطلقة كبيرة من الهريسة أحضر حمودة أولا ممكن نصع منتجها بش نوع آخر للحك الذي تكون قليلا بماء مجانبا الغير هو إلا لا يريد ان نقوم بماء ماطيشة للحك ونقوم بماء مطلقة بماء مطلقة ونقوم بماء ماء في الأسطلة الحوت التي نزلت لأعملية أولا التي كنت قليلا بماء مطلقة كبيرة وهذه الهريسة التي لديها كثيرا بماء ماء مازورة لحديث فكرة هذه الهريسة لا يوجد لديها فالبادل هي المعلقة للمطيشة سوف نعطيها الوقت لتحيد من الماضاق للمطيشة خضرة وتقلف قليلا للزيت سوف نضيف قليلا للزيتون والكوغنيشون قليلا للتومة والحامض مقطعين طريفة صغر سوف نضيف القصبر ومعد النوز حتى لا يبقى للماضاق الخضورة فيه ويطيب قليلا سوف نحرق الشرمولة ونحرك للمطيشة وقالل اضيفته ونضيفت القصود ونضيفت قليلا للتحمير ونضيفة الكامون وربضة صغيرة ونضيفك عتله والحضر اهلا اضيفت حارة ونضيفت العذية ونضيفت الكامون وبأحتاج الكامون للتحمير والبحث قليلا للحرصة للمطيشة ونضيفت كبيرة ونضيفه و لا ننسى قليلا للملح انا كنت نسيها في الأول لتفكر وضفتها سوف تقلت لي شرمولا مزيان الربيع و لا تبقى فيه و مطاق الخضورة سوف نزيد الفيرميسيل من بعد استقطرتها و قطعتها قليلا سوف نحركها مزيان فوق من عافية شوية مهيلة باش نعطيها الوقس تشرب لصوص الحوث من بعد ما وجد سوف ننقي و نحيد منه الشوك موسيقى 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 سوف نضيف الحوت من الشوك سوف نضيف العصير للنصف حمضة كبيرة أو العصير الحمضة كلها صغيرة سوف نضيف البساطلات بالطريقة التي تريد سوف نضيف البساطلات بالطريقة التي تريد من المحلات التجارية الكبرى لا يوجد هذه الورقة التقليدية البلدية المعروفة لديها دهين كثيرا فهذه غير شوية الدم سوف نزل من الحشوة كافية لكي يقرملها ويقرمشها سوف نضيف البساطلات بالطريقة سوف نضيف البساطلات بالطريقة سوف نضيف الفرن من حشوة الوجهه كبيرة أو قطير خلفي بين البنط فأنا نضيف طريقة ببعضها مئتين أحتى تحمر التقرمج سنخرجها ونزينها بشوية الفرمج ونعود ندخلها غير على ما يدوب ونكمل تزينها نتمنى نجربوها الطريقة فعلا بصلة تتجيب بنينة وزوينة وخير ما تكونش فيها واحد نسبة كبيرة ديال الحوت تتجيب بنينة وما تنحسوش بالغياب ديال الكوفيت ولا الكلامة وغادي نقدمها بصحتكم وراحتكم والفيديو دياليوما غادي يكون سهلا نقول لكم من الأخدتكم علي حتنشوفكم في فيديو جديدة شكرا و بسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر